السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الاثنين خمسة عشر ايار مايو طبعا اليوم اخلصنا من الهم الحمد لله اول اشي الهم اللي هو تراجع عطارد اليوم رح ينتهي تراجع عطارد بساعة الفجر نعني فجر يوم الاثنين بساعة ثلاثة وستاشر دقيقة من فجر اليوم ورح يرجع للحركة الامامية ورح يظل في برج الثور لغاية ظهر يوم الاحد 11.6 الساعة 10.26 دقيقة ظهرا لينتقل بعديها لبرج الجوزاء التراجع القادم لبرج عطارد رح يكون يوم 23.8 ورح يكون التراجع في برج العذراء بالنسبة للتوقعات ليش انا ما عملتش حلقة اخبار فلكية عن التراجع او عن رجعته للحركة الامامية بالتحديد لا انا عملت حلقة عن التراجع ولكن عن الحركة الامامية انا ما رح اعمل لان انا عامل حلقة في الاخبار الفلكية بداية شهر اربعة ذكرت فيها الاثار لما بدخل عطارد على برج الثور وهي هي نفسها لانه رح يشكل نفس الزوايا وفي نفس الامامل في نفس المكان ونفس الوضعية الفلكية للكواكب الكبيرة فعشان هيك اللي بده يسمع تاثيراتها على جميع الابراج يستذكر اذا ناسي بدخل على القناة نفسه على القوائم قوائم القناة بلاقي في الاخبار الفلكية بلاقي الملف تبع انتقال عطارد لبرج الثور بذكر في حركته الامامية وتراجعه وبعدين حركته الامامية مرة ثانية وقداش بده يظل في برج الثور انا الان هاي فوق في الزاوية هاي ظهر اللي هو الحلقة موجودة وبرضو في نهاية الحلقة بس تخلص الحلقة نهاية بطلع عنك وهيك فيديوهين اقتراح رح يكون واحد منهم بيوديكوا على الفيديو هذا عشان تحضربوا اللي بده يحضره خلينا اول اشي هسا نحكي عن اليوم اليوم طبعا القمر موجود بالحوت وبدو ينتقل في ساعات الصباح لبرج الدلو هو الان موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة السبعة وست وخمسين دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء ولكن غير النساء وغير هاي الامور فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي مشروع او فكرة جديدة خلال هذا اليوم جيدة لعلاج الاسنان العمليات الصغرى تقليم الاظافر قص الشعر الامور هاي اللي لها علاقة بالتجميل الخفيف والعمليات الصغرى ايضا بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الحوت لغاية ساعات الصباح معناته بتظل تلعب الناحية الروحية والنفسية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر نكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي وهاي فترة ممكن بعض الاشخاص يقعوا في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني الاجواء جيدة وممتازة تقريبا كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اول اشي عندنا زاوية التثليت الايجابية بين الشمس وبين بلوتو هاي مستمرة تاثراتها من يوم 14-5 ليوم 29-5 وحكينا انه ذروتها يوم 21-5 الساعة وحدة و57 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج وهاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا وسعي نحوها كما انه بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا بتمنحنا مواهب ابداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا وقت مناسب للعلاقات مع محيطنا بتسمح لنا حل بعض المشاكل وبتساعدنا على اعادة تنظيم اعمالنا ومشاريعنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي تاثراتها من يوم 8-5 ليوم 19-5 طبعا ذروتها كانت يوم 13-5 بتعزز المواهب الفنية والادبية عنا جميعا تجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهذا طبعا شيء مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين استفيد من الراحة اللي بيتوفر لك ياها هاي الزاوية بتلبية الدعوات وبرضو بعض الاشخاص بيهتموا بمسائل الها علاقة بالسفر والتسلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي من يوم 8-5 ليوم 24-5 طبعا ذروتها كانت يوم 13-5 في ساعات الصباح مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية تضمن لك إخلاص محبوبك وخصوصا العلاقات الناجحة بتدل على تحسن أوضاع اللي إلها علاقة بالمجالات الفنية الأمور اللي إلها علاقة بالرجال الكبار الأغاني الشعبية والتقليدية والكلاسيكية تجديدها أو سماعها وأيضا مناسبة لتطوير العلاقات لمرحلة اقتران أو زواج أو خطبة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها من يوم 11-5 ليوم 24-5 طبعا ذروتها رح تكون يوم 18-5 الساعة 58-59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية بتخلقنا ظروف مناسبة للعمل الجيدة للأمور الروحانية والتواصل والدعاء والصلاة والعبادة والأشياء اللي زي هيك وبرضو بتخلي الأشخاص يرجعوا لدينهم أو الشعوب تتمسك بعقيدتهم أكثر وبدينهم أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها رح تكون زي ما حكينا من يوم 8-5 ليوم 12-6 طبعا ذروتها يوم 22-5 الساعة 556 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي زاوية بتعزز قدرتنا أو قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد من ثقتنا بنفسنا وبتمنحنا الطاقة والشجاعة تدفعنا لفعالية معينة والتأثير والقيادة أيضا جيدة جدا وممتازة وداعمة وبرضو إلها علاقة بازدياد اهتمام الحكومات بالشؤون العسكرية والأمنية والأمور هاي وبتعطي نوع من أنواع الإيجابية وبرضو إلها اهتمام بالمجال الرياضي والقطاع الصحي عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي من يوم خمسة خمسة ليوم ثمانية وعشرين خمسة طبعا ذروتها كانت يوم اتناعش خمسة اللي هي الذروة الأولى الآن بلشت الآثار الإيجابية لأنه من مجرد ما أنهع عطارد تراجعه ببلش في قوة بالحركة وفي زوايا إيجابية قوية بتدعم بتحول الزوايا لإيجابية بقوة يعني نسبة السعادة اليوم تصل لخمسة وعشرين في المية وهي بداية يعني بداية رجعته للحركة الأمامية طبعا الزاوية هاي اللي احنا منحكي عنها وتأثيراتها الآن بدأت يعني مع انتهاء تراجع عطارد تبدأ إيجابيتها هي من تصا يعني ذروتها يوم تسعتاش خمسة ساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج الزاوية هاي بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكبة بالثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات لها علاقة بالمسائل العقارية كبيع واستجار بيت محل أو مشتريات وأثاث أو أشياء لها علاقة بالمنزل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة من يوم 11.5 إلى يوم 29.5 طبعا ذروتها راح تكون يوم 21.5 الساعة 3.11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب بتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبتعرق لنجاح مبادراتنا وعلاقاتنا وبرضو هاي العلاقة بالمشاحنات والعنف والحرب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال طبعا حكينا هذا الموضوع من يوم 11.5 واحنا منشرح بنفس الكلام اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين اورانوس وهاي برضو تاثراتها مستمرة من يوم 1.5 إلى يوم 19.5 طبعا ذروتها كانت يوم 9.5 غالبا لما بتصير هاي الزاوية بيصير في بعض الثورات او الانقلابات العسكرية او الاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبتزيد من عنادتنا واندفاعنا واستقلاليتنا الشديدة والغرابة في تصرفاتنا وافكارنا بتجعلنا نقطئ في احكامنا وممكن نعرف تحولات عنيفة في حياتنا من ميل للمبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لتواعكات إلها علاقة بالقلب او تشنجات عضلية طبعا الحلقة هاي برضو من يوم 1.5 واحنا منذكر نفس المعلومات هاي وبرضو في على الزوايا المنفصلة شرحناها بالتفصيل الكامل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي من يوم 28 أربعة ليوم 13 ستة تأثيراتها طبعا ذروتها يوم 23 خمسة الساعة خمسة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وقلنا بما أن المريخ والمشتري معناته بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وبرضو هاي إلها علاقة إنها بتعرض المؤسسات المالية والبنكية وبعض المبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة الميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهاي من الأشياء اللي بتأثر على الاقتصاد العالمي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وقلنا إنها مدتها شهرين من يوم 22.04 إلى يوم 22.06 ذروتها يوم 18.05 ساعة وحدة وتسعة دقائق فجرا وهي زاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير وبرضو هاي بتدل على أزمات لها علاقة بالوضع الاقتصادي العالمي والمالي والبنوك والمؤسسات المالية اللي بيصعب التحكم فيها يعني بمعنى آخر هاي سبب كل الأجواء الضاغطة على المستوى المالي على المستوى العالم وبرضو ذكرناها بالتفصيل يوم 22.04 والأيام الماضي والها حلقة خاصة فيها هاي الزاوية وأول ما أسردناها أسردناها في أسردتها في حلقة الكسوف طبعا برضو هاي الزاوية بتتم على اغتيال شخصيات هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وبدل على كوارث طبيعية وحرائق غابات زلازل ونشاط بعض البركين أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم تأثيراتها واللي ذروتها اليوم أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي طبعا تأثيراتها من الآن وحتى ظهر يوم الاثنين منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس والنجاح في العلاقات العاطفية وبما أنها تسديس معناته هنا في نوع من أنواع حسن حال الشعب والرأي العام والحكومة وتوفير جو من السلام والاستقرار في البلاد والتركيز على أو ازدياد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها والاهتمام أكثر بشؤون المرأة طبعا هاي الزاوية زي ما حكينا لظهر يوم الاثنين احنا ذكرناها يوم أمس بالتفصيل واليوم عندناها لأن تأثيراتها مستمرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من الزاوية اللي اليوم ذروتها واليوم واستمراريتها طويلة عندنا زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها الساعة ثنتين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هاي الزاوية تبدأ تأثيراتها من الآن يعني من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى عصر يوم الاثنين بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا برضو هاي هذا وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة بالدل على حسن الحال النفسي والأجواء جيدة حتى على مستوى الجيش أو الأمن وعلى مستوى القطاع الصناعي ارتفاع معنويات بصير كبيرة في هذا اليوم وقلة في عدد العمليات الجراحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي برضو ذروتها ساعة 226 دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيش تبدأ تأثيراتها من الآن وحتى مغرب يوم الاثنين طبعا هاي زاوية بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعض الأشخاص بعض الأشخاص لأنه هاي ممتزجة فبتعطي نوع من أنواع السلبية أكثر فهي بتسبب نوع من أنواع الاكتئاب بتدفعنا للإهمال عدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا أهم شي إنه ننتبه من الوسواس والشك والغيرة لأنها بتزيد بشكل كبير وخصوصا إنها هاي الزاوية موجودة في برج الحوت أيضا وإلها علاقة بحالة تسمم غذائية ممكن إنها تصير خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي مش زاوية هي خلو مسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 2.56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 7.55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحمل هذا بيعني إن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 7.55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش القمر خلاص بيكون انتقل واستقر في برج الحمل عشان هيك من ساعات الصباح ابنشعر بطاقة كبيرة للعمل لا الحوار للنقاش منكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا شيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها أو بعد الانتقال ما يكتمل في عنا زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي من الزوايا القوية وتصادف يوم اثنين فهذا اليوم يعتبر مميز جدا من الساعة يعني ذروتها ساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا هاي تأثير الزاوية طيلة اليوم يعني من منتصف الليل ولغاية منتصف الليل هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة يعني هاي جيدة للتأمل جيدة للي بدهم يطلعوا من الطاقة السلبية اللي موجودة جواهم اللي برضو بتمنحنا حكم صائب بقراراتنا أو بتوجهاتنا وبمواهبنا برضو بتعزز المواهب الروحانية أكثر وبتدفعنا للإبداع يعني هذا يوم مميز على مستوى الدعاء والأذكار والقرآن والتأمل والتدبر والتسبيح والأمور هاي كلها وبرضو بيدل هذا اليوم على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوصة مكانة المرأة وهي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية وتغيير آلاتها ومعداتها أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي اليوم ذروتها هي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي من يوم سبعة خمسة وإحنا منذكرها ومستمرة ليوم أربعة وعشرين خمسة طبعا ذروتها اليوم الساعة وحدة وأربعة واربعين دقيقة بعد الظهر فبيصير عنا تركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا برضو بتدفعنا لحب المغامرة وتحمس لفكرة ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية تدفعنا للإثارة وبرضو بتساعدنا على الكفاح من أجل مثل أعلى وهذا وقت مناسب للشعور بالإطمئنان النفسي أكثر فأكثر والإنجازات العملية الكبرى وبتدل على اهتمام الدولي بالطوير وسطول البحري أو الاهتمام بالمجالات اللي إلها علاقة بالسواء الأكثر برضو بيكون في نوع من أنواع المناورات البحرية اللي برضو بتزيد من مداخيل قطاع الصيد البحري وقطاع الصناعات خصوصا الصناعات البتروكوميات مثلا والصيدة للنفط والأمور اللي إلها علاقة بالفن السابع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي طبعا ذروتها الساعة 11.40 دقيقة من مساء يوم الاثنين وهي تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الاثنين ولكن حمها ببلش من ساعات العصر وبتستمر حتى عصر يوم الثلاثاء أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي أي كلمة على طول الخط بتحسسوا منها وممكن يعصبوا أو يحزنوا أو تجرح مشاعرهم وبرضو بتخلي بعض الأشخاص أنهم يتجوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا ومينا للفوضى والتقلب بيكون فيه هيك بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات أمل أهم شي تنكوا تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تؤذوا فيها الآخرين دون أن تشعروا بالدل على تقلب أمزجة الناس وخصوصا النساء النساء اسمعوا ياها ماشي بالدل على تقلب أمزجة النساء يعني من ساعات العصر الأجواء بعدوا عن النساء نهائيا وسرعة تبرمهن وغضبهن ويستحسن تجنب إقامة الحفلات أو المعارض خلال هذا اليوم وخصوصا في ساعات المساء لأنه نسبة الفشل بتكون عالية جدا ومن لاحظ تراجع في مدخيل المؤسسات المالية وقطاع النسيج والميدان الفني بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا من الآن ولغاية ساعات الصباح القدمان وأصابع القدم والغد النخامية الغد الصنوبرية الإندروفين والميلاتونين هدول الهيرمونين بصير فيهم بعض المشاكل عشان هيك بصير في عنا قلة بالنوم ومنشعر بالألام أكثر من المعتاد وبتعزز أمور الوسواس عندنا من ساعات الصباح بتصير الأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية الرأس والأسنان واللسان والأعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا العمليات الصغرى ما في أي مشاكل ولكن عمليات كبرى ما بنصح فيها نهائيا عمليات اللي إلها علاقة بالتجميل الجراحي رغم أنه انتهى تراجع عطارد إلا أنه اليوم القمر رح يكون في الحمل والحمل مسؤول عن الرأس وأحنا ما بننصح عمليات جراحية كبيرة أثناء وجوده بالحمل طبعا مش لأنه نسبة الفشل عالية لا هي نسبة الفشل بسيطة جدا جدا ولكن احتياطا أمور التجميل البسيطة ما فيها أي مشكلة أما عمليات كبرى للتجميل ما بنصح فيها وأيضا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الحمل خلو المسار القادم بيكون يوم الأربعة 17.5 بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة 9.9 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 12.27 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة 12.9 دقائق بعد منتصف الليل بيصير عمره 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21.5 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 5% وبيكمل طيلة النهارة هاي النسبة القمر في الحوت والساعات الصباح دينتقل للحمل ورح يظل في الحمل لأيوم 17.5 هو الآن سعيد بنسبة 10% في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 25% في ساعات المساء يعني عند المغرب تقريبا بترتفع نسبة النحوس إلى 50% عطارة في الثورة حتى يوم 11.6 طبعا هو الآن منتحس بنسبة 15% ولكن في ساعات الفجر مجرد ما أنهى عملية التراجع برء بيصير سعيد بنسبة 25% الزهرة في السرطان حتى يوم 5.6 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 21.5 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16.5 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 15% وأورا نصف الثور حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36.6 بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 11.6 بعدين بده يرجع لبرج الجدي ويكمل تراجعه ليوم لنهاية شهر 11 أو لمنتصف شهر 11 طبعا منتحس هو الآن بنسبة 30% طيب تنسوش لايك وديسلايك والكبسات وتكبسوا على كل إشي واللي بده يسب يسب واللي بده يحض ديسلايك ويحض ديسلايك واللي بده ينتقد ينتقد واللي بده يقول لي بارد وجه بارد وجه اللي بده يقول لي أنت طفولي طفولي وإيش هذا الشغل تبع المراهقين وإيش الرسمات اللي بتحطها كلها حافظينها خلصنا يعني إذا في عندكو إشي جديد حطوا إشي جديد يعني بلاش هاي الأشياء خلص زيت والله نفسها نفسها بتعيوها نفسها لا إله إلا الله جددوا يا جماعة الخير كمان تنسوش الله يرضى عليك واحد من الأحبة اللي موجودين على القناة يأخذ كوبي بس للوقت اللي موجود في صندوق الوصف ويحطه في أول تعليق لأني أنا بنسبة مرات أذكركم فيه في أول الحلقة فأي واحد وصل له ونسمع هاي المعلومة يأخذها كوبي ويحطها في أول تعليق الله يرضى عليكم عشان الأشخاص اللي بيجوا يتابعوا بدهم يسمعوا برجهم بيعرفوش يروحوا بالهذا فبيكبسوا على هذا عشان يروح على هذا الله يرضى عليكم ماشي بارك الله فيكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لأموليد برج الحمل طبعا القمر يعني لسه موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم لا تتخذوا قرارات ابعد عن الطاقة السلبية حاول إنك شوية تريحها لك شوف أي شيء ترفيه فيه عن نفسك بدون مواجهات بدون عنف يعني حاول تمتص غضب نفسك وغضب اللي حواليك يعني عارف إنك أنت بدك تولع في الدنيا من الضغط اللي صار عليك اليومين الماضيين بس يعني تحمل كمان لغاية ساعات الصباح بعدين اعمل اللي بدك يا من ساعات الصباح طبعا هنا القمر رح ينتقل وصير لعندك الأجواء رح تتغير بشكل جذري طاقة حيوية سرعة بديهة مزاج رغبة بالانطلاق دمث مرح عاطفي كل الأجواء إيجابية خلال هذا اليوم فعشان هيك من ساعات الصباح انطلق وعمل اللي بدك يا واللي مش عاجبك ولع فيه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا القمر الآن بيقترب من بيت متاعبكو فبتكون تحذروا فبظل النشاط بين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية وأيضا الحوارات والنقاشات وممكن تزعل أو تعتب على أحد الأصدقاء نصيحتي لا تواجهه ولا تراجعه ولا تعمله ردة فعل لأنه أول إشي الوقت مش مناسب وثاني إشي هذا يعني رح يكون نوع من أوضاع أنواع الاستفزاز الفلكي احنا منسميه عشان تخرج عن طورك حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان من ساعات الصباح لأنه القمر رح ينتقل للحمل لبيت متاعبكم فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنه ما تدخلوا في أي نقاش أو جدال مع الأصدقاء لأنها ممكن تتطور للأسوأ فعشان هيك حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك بكل شيء حاول تمشي الأيام هدول على هيك على البركة بس أنا عارف أنه أنت تقدر ترد ولكن مش الوقت المناسب برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هي حافظوا على سمعتكم بدون تهورات بدون مغامرات بدون مخالفة قوانين حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو الشؤون العائلية من ساعات الصباح لأجواء بتتغير بشكل كام فبتنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأشخاص بترتاحوا لهم وبترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني ومساعدة صديق واليوم ممكن يتوجهلك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو رحلة مثلا أو تغيير جو أو رفقة ولكن المزاج اليوم رائق على الآخر صحيح إنه يعني رائق للناس العاديين بس للجوزة على أي شغلة بيقلب مزاجه عادي يعني فعادي حاول لها اليوم تمشيها هيك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الأجواء ما زالت جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والامتحانات ولكن اللي عنده امتحان وخصوصا اللي في أمريكا في كندا اللي عندهم اللي بيكون عندنا ليل بيكون عندهم نهار يعني فترة منتصف الليل هذولا ما يعتمدوا كثير على الحضوض في الامتحانات يعني بدهم يركزوا بشكل جيد ويدرسوا لعنها فترة خلوم مسار واللي عندهم امتحانات نفس الشيء ولكن أنه يوم بظل لغاية ساعات الصباح في إيجابية حتى على المستوى العاطفي والحوارات والنقاشات بتكون جيدة جدا أما من ساعات الصباح فبدك تحافظ على هدوءك جد ما بتقدر يعني أنا عارف أنه الأجواء ضاغطة وبعرف أنه في مشاكل بتيجي لحالها لأنه المريخ موجود عندك وبعرف أنه في ضغط كبير عليك فهذا كل ياته معروف فحاول أنه خلال هذا اليوم خدوء العصاب ابعد عن المشاكل قدر الإمكان يعني وانتبه لبعض التقلبات الصحية اللي عندك أهم شيء أنه برضو تنتبه لعملك بدون مغامرات بدون مجازفات وما تشوه سمعتك بتصرفاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا إلا بظل الاهتمام بالمسائل المالية اللي لها علاقة بالحسابات المشتركة من الآن ولغاية ساعات الصباح ترتيب وضع مالي حسابات دفعات فوتير مطالبات ولكن انتبهوا من النصابين والمحتالين ممكن يظهر أمر عائلة تهتم في زيادة عن اللزوم أو صحة أحد الأحبة يكون بدها شوية رعاية من ساعات الصباح الأجواء تتغير تماما فهذا اليوم يعني بتنشطوا فيه في الاتصالات والسفر البعيد التعامل مع الأجانب الحوارات والمسائل العلمية المسائل الروحانية بتجنحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية أكثر خلال هذا اليوم أهم شيء أنه أثناء تنقلاتكم وقيادتكم للسيارة انتبهوا ما في داعي للتهور وخصوصا في ساعات المساء حاولوا تتفقدوا أوراقكم وأمتعتكم لأنه ممكن تكونوا ناسين شيء أو تفقدوا شيء لأنه التركيز ما زال مش مستقر تماما عند الأسد فابدكوا تنتبهوا من هاي النقطة أما عباقي الأجواع في يوم مثالي وعاطفي بقوة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم لأنه القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح عشان هيك طاقتكم شوي متقلبة حاولوا قدر الإمكان تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتضبطوا عصابكم من العصبية وردات الفعل لأنه الجو متقلب حاولوا تهتموا بشؤون الشريكة شوي حاولوا تعرفوا إيش اللي عنده أو شو اللي مخبيه بعدين الأيام الجاية بتحاسبوا على الموضوع لأنه في الشيشة بنتسع عندك ما نعرف الموضوع ملفات ما بتتسكر من ساعات الصباح هنا القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة احذروا من النزاعات مع الشريك برضو من أكد عن نفس النقطة لأنه النزاعات اليوم مع الشريك رح تكون كلها إلها علاقة بالوضع المالي مش لأمور أخرى فعشان هيك حاول أنك تضبط أعصابك ركز لأنه في دفعات وفي فواتير وفي شغلات إلها علاقة بالمال فبدها تركيز بدهاش تهور وقرارات منفردة وبعدين تيجي على راسك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا بدكو تواصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل تهدو تماما لأن القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة بدك تنتبه لعملك العمل الضروري جدا اللي تنجزه حاول ما ترهق نفسك كثير خذ وقت كافي من الراحة انتبه لغذاءك ركز على أدويتك إذا أنت من الأشخاص اللي ببغتوا أدوية إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك في منك رح يهتم بمراجعة طبية أو بعض الفحصات من ساعة الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما هنا ممكن كتعزز شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية أو يصير في حوار أو اتفاق مشترك ولكن بدك تنتبه طاقتك ضعيفة فعشان هيك ما في داعي للإجهاد النفسي والفكري والصحي خلال هذا اليوم وابعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنه أنت الحلق الأضعف يعني بمعنى آخر بتروح عليك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتظل العاطف قوية عندكم بتميلوا لتقرب من أحباكم أو للتجاوب معهم التواصل معاهم رغبتكم بالاتصال أو الحنين لأبنائكم لأقارب المقربين بمعنى آخر أو حتى لأحد الوالدين ولكن انتبه من حسسيتك المفرطة وخيالك الخصب وردات فعلك اللي بتيجي مفاجئة جدا بدك تنتبه من هاي الأمور طبعا من ساعات الصباح برضو بدك تنتبه لأنه القمر بدينتقل للبيت السادس فعشان هيك بتلاقي إنه من ساعات الصباح بيغلب عليك طابع العنف والعصبي وخاصة مع الحبيب أو مع الأولاد فعشان هيك عليك الحذر وبرضو حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال النهار ابعد عن المصاريف لزيادة مهما كانت الظروف حاول ترتب وضع أعمالك الضرورية اخلد للراحة من وقت لآخر إذا سنحت الفرصة وبرضو في نفس اللحظة انتبه لبعض التقلبات الصحية لا عندك أو عند أحد المقربين أو أحد الأحبة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً ما زالت الأمور إلها علاقة بالبيت والعائلة وقلق على حدث عائلي أو منزلي أو أحد أفراد العائلة ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالمنزل أو كترتيبات وتصلحات ومشتريات ولكن ابعد عن المشتريات اللي لسه بدك وقت لها تتحسن الأجواء لهذه الأمور من ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماماً فمن الصباح بترغبوا في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ولكن حاول أنك ما تفتع الخلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة الأجواء جيدة على مستوى الترفيه على مستوى تغيير جو على مستوى التجميل على مستوى الحال النفسية المواهب كلها أجواء إيجابية ودعملة إليك حتى على المستوى العاطفي فعشان هيك استغل الإيجابيات وحاول تطنش وترمي وراء ظهرك السلبيات تماماً برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً اللي بده يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد لأنه عندك قابلية للتسرع بالإجابات رغم أن الأجواء تدعمكم شوي مع تراجع الضطار للحظ ببلش خلال النهار يدعمكم في هاي المسائل بزيد التركيز عندكم وقدرتكم على الحوار والنقاش وبتقدر تتمالك نفسك من وقت لآخر عشان عصبيتك ما تسيطر على الساحة الأوقات جيدة للتنقلات والحوارات ولكن انتبه برضو أثناء قيادتك للسيارة من ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ممكن تهتم بشؤون البيت وشؤون العائلة ترتيب زيارات عائلية مناسبة عائلية أشياء من هذا القبيل ومنكو ممكن عنده تعزيل أو ترتيب ولكن بدكو تكونوا شوي هاديين لأنه اليوم بتكونوا من ساعات العصر تقريباً بصيروا عدوانيون وهذا الشيء بسبب مزاجكم ممكن يسبب خلاف أو سوء تفاهم فعشان هيك بدكو تحذروا من الانفعال في ساعات المساء برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً ما زالت الأجواء لها علاقة بالوضع المالي تهتموا ببعض الأموال اللي لكم ترتيب وضع مالي ولكن في دفعات أو ترتيب فواتير أو وضع مالي مربك شوي بتحاول أنك تحله يعني حاول قدر الإمكان أنك ما تبالغ بمصاريفك وما تغامر بقراراتك وخفف من نفقاتك وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أما من ساعات الصباح فهذا يوم حافل وفي نشاط عالي جداً فتكثر عندك الاتصالات والتناقلات ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو مع جار وبرضو جيد لأمور اللي إلها علاقة بالإقناع والتسويق والسيارات والإلكترونيات من المحتمل أنه يعاني البعض من بعض المشاكل أو النزاعات اللي إلها علاقة بإيام يعني مع أحد المقربين اللي هو أحد الإخوة يعني من العائلة المخلقة إحنا منسميها وأيضاً انتبهتنا قيادتك بالسيارة بالليل وأيضاً من عصبيتك وردات فعلك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً الأجواء جيدة ما زالت الطاقة ممتازة صحيح الوسواس شغال ما يخذ راحته الأفكار رايحة جاي معاك صحيح الشك وتحسب كل إشي فبدك تنتبه يعني الأجواء إيجابية ودعمة فما في داعي أنك تشغل مخك زيادة عن اللزوم في أمور أنت بتتخيلها فعشان هيك حطها للجنب حاول أنك تنطلق اليوم بكل طاقتك لأن الأجواء إيجابية على المستوى النفسي على المستوى الصحي وبرضو جيدة من ساعات الصباح على الوضع المالي فممكن يترتب وضع مالي أو تيجيك أخبار عن شيء أنت كنت متحرك باتجاهه لزيادة الوضع المالي أو لمكسب أو لمطالبة أو لقرض أو أمور زي هيك اليوم تبلش الأخبار الإيجابية التي يجي على الطريق منكو أشخاص بحق يقوم مكاسب من عمل إضافي أو هبات أو دعم ولكن مزاجكم سيء عشان هيك حاولوا قدر الإمكان تسيطر على مزاجك وعلى تقلباتك وانفعلاتك طيب هيك يعني أرجع أقول لكم كبستوا على الكبسات اللي تحت ولا ما كبستوا اللي ما كبس يكبس واللي يكبس يلغي تكبيسه يعني كبسوا يا جماعة الخير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء